نانا رحام عبدالغفور بتنفذ وصية أبوها إيه هي الوصية اللي قالها لما دخل المستشفى هو دخل المستشفى حي إيه هي الوصية الأخيرة آخر حاجة نطاقها هي بتنفذ وصيته دلوقت يا جماعة وصية ناس كتير كانت متوقعها بس ما كانتش متوقعة أنها ممكن تتنفذ اللحظات الأخيرة في حياته حالة والدتها الصعبة جدا والدتها اللي بين الحياة والموت اللي لحد هذه اللحظة ما تعرفش أن جزها مات ونفس الوضع اللي كان مع سمير غانم ودلال عبدالعزيز ربنا يرحمهم بيعملوا معاها لأنها لو عرفت أن زوجها توفى هتجي لها صدمة أكبر وممكن تتوفى في الحال راحوا يستجوبوها يا ترى الحادث ده كان مرتب أو كان بفعل فاعل أو حد كان بيجر وراكم أو إيه اللي حصل ما قدرتش طبعا تتكلم تماما فأجلوا التحقيق وتم التحفظ على السواء التاني اللي كان داخل السيارة اللي خبطتهم من الخلف وبيستجوبوه وقال والله ما عرف إيه اللي حصل أنا اتفاجئت أنا كمان إزاي ده فنان محترم وأنا بحبه وهو مش عنده عدوات أساسا يعني الراجل ده بعيد عن إنه فنان هو إنسان وإنسان محترم جدا ملوش أي عدوة ولا مع فنان ولا مع خارج الوسط تماما علشان كده الوسط الفني كله حزين وحتى الناس زعلان عليه قدم أدوار محترمة كلها سير زيتية وكصص طبعا عن الأنبياء الفنان أشرف عبدالغفور تاريخ حافل من الاحترام والتقديم للعمل المحترم طبعا الله يرحمه بنته كانت موجودة لحظة تشيع جسمانه ولحظة الدفن وقعت وسقطت من طولها أكتر من مرة ولكن كان بجوارها أصدقائها حنان مطاوع اللي ما سبتهاش والوسط الفني أحمد حلمي وأحمد عز كل الفنانين ليلى علوي مفيش حد ممكن ما يكونش كان موجود بيسندها في العزاء ولكن وصيته واللي تم الأعلان عنها واللي الناس كانت بتستنى تشوف رهامها تنفذها ولا لأ لما الحادث ده حصل أخدوه على المستشفى وكان لسه في الروح آه كان لسه عايش والأطباء الموجودين هم اللي قالوا بس ما قعدش في المستشفى أكتر من ربع أو تلت ساعة بالكتير في الوقت ده بالتحديد نطق الشهادة أكتر من مرة نطقها ثلاث مرات وطالب أن بنته أنها تتحجب ودي كانت أمنيته على فكرة وبنته يعني هو عايش ولكن هي كان سيبها براحتها ولكن يا جماعة الوصية اللي بتنص على أنه طلب منها الاعتزال طبعا دي غير حقيقية بالمرة وبسبب بسيط هو نفسه كان بيمثل أو بيمثل أدوار محترمة ولكن هو ما طلبش من بنته أنها تعتزل للوسط الفني ولكن طلب منها أنها تبقى محجبة وهي بتمثل وتتحجب وبصراحة الفنانة رهام عبدالغفور مش مستبعد عنها أبدا هذه الخطوة أنها تعملها ويقال أنها بالفعل عملتها ولكن الصور اللي شفناها أثناء تشيع الجسمان وأثناء الدفن كانت بشعرها عادي ما كانتش محجبة زي ما أقيل في بعض الصحف ولكن هي دلوقتي متواجدة في المستشفى لأنها في حالة صعبة وموجودة مع والدتها لأن والدتها أيضا الوضع بتاعها حرج جدا لدرجة أن الأطباء بيقولوا أن الأمل مفقود ولكن إرادة ربنا فوق كل شيء كل أصدقائها متواجدين معاها داخل المستشفى الشيخ زايد التخصصي هدعو لها بالشفاء لو سمحتوا